تلاوة عطرة للقارئ مصطفى البرزاوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونا متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزقون وفاكهة مما يتقيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء أجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمين وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون أَوَا آبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآكِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيطَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الظَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرُبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينَ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا ثُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ على أن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِيَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْمُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ نَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا فَضَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَبُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنْزَلْتُمُوا مِنَ الْمُذْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْنَّارَ الَّذِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا مُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ لِي كِتَابٍ مَكْنُونَ لَا يَمَسُّ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُمْ مُدَيْنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقَرَضُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْ لَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمُ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ وَأَمَّذِبِينَ الضَّالِّينَ فَنُذُلٌ مِّنْ حَمِيمٌ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٌ إِنَّا ذَالَهُ وَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَفِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبًا خافضة رافعة إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزقون وفاكهة مما يتقيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقضود وطلح منطود وظل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْ شَاءً أَجْعَلْنَاهُنَّا بَكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآكِرِينَ وَأَصْحَابُ الْشِمَالِ مَا أَصْحَابُ الْشِمَالِ بِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍ مِنْ يَحْمُونَ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِذْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُثُونَ أَوَآبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآكِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِنُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرُبَ الْهِيمِ هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أَفَرَيْتُمْ مَا ثُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ على أن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْةَ الْمُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ نَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَبُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنْزَلْتُمُوا مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْنَّارَ الَّذِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُوِينَ فَاسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا مُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومَ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ لَا يَمَسُوا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدَيْنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْكُمْ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْ لَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمُ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمُ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمُ إِنَّا ذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ فَسَفِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتقيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقضود وطلح منطود وظل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهم إن شاء أجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمين وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا مدنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لنبعثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميطات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطوم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشرة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء نجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغربون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المذن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا نقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوا إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفب هذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقربوا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعنا إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الفتاح اللهم ارزقني فلاحا في الدنيا ووفغني في أمور دنياي وارزقني جنتك في الآخرة اللهم آمين اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين اللهم لك الحمد يا من علم الأولياء والصالحين اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريب غير بعيد ويا شاهد غير غائب ويا غالب غير مغلوب اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندام ويرد الدعاء ويحبس الرزق رب إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري اغفره لي اللهم إني أسألك في هذا اليوم أن تهبني وتهب عبادك القير والرحمة والرزق وتيسير الأمور اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكتب لنا في هذا اليوم حسنات تنير بها دروبنا وتسعد بها قلوبنا اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأقراف النهار اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجني من حلق الضيق لا أوسع الطريق بك أدفع ما لا أطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوتي وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري وأنت العالم سبحانك بسري وجهري المالك لنفعي وضري القادر على تفريج كربي وتيسير عسري اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجمل وطلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سقطك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا يا أرحم الراحمين اللهم افتح علي فتوح عبادك العارفين اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك اللهم اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم يا معلم موسى علمني ويا مفهم سليمان فهمني ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكره وقلوبنا بقشيته وأسرارنا بطاعته إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين اللهم إني توكلت عليه وفوضت أمري إليه لا من جاء ولا من جاء إلا إليه ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اجعل لنا في هذا اليوم من كل أم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل مرض شفاء ومن كل دين وفاء ومن كل حاجة قضاء ومن كل ذنب مغفرة ورحمة اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعائي من غير رد وأعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدين اللهم يا رزاق السائلين يا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا قير الناصرين يا ولي المؤمنين يا غياس المستغيثين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم بلغنا ما نود وجعل لنا دعوة لا ترد وهب لنا رزقا لا يعد وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان كثيرا فبارك فيه يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ترجمة نانسي قنقر